نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر من إشاعات بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجدر المائي بين الطلاب بالمدارس وأكد المركز نقلا عن وزارة الصحة أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين الطلاب في المدارس دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم أشار المركز الأعلامي أيضا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف اشتركوا في القناة